معايا على التليفون سات النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا بك يا سيد طارق أهلا وسهلا للزميل العزيز عامل يا صديقي العزيز أهم عندي من الزمالة مليون مرة الصداقة أبقى نعم طبعا مش كده؟ ربنا يخليك طارق لما شفت تصريحات بلينكين وزير الخارجية الأمريكي على لجنة العفو وشغلها وأداءها أول حاجة جات على بالك إيه؟ أنا الحقيقة طبعا سمعت المقدمة اللي تكلمت بيها ولفت نظري أمرين أنت يعني كنت بتحوم حواليه أولا أن الدولة المصرية دولة تمارس سياسة الخارجية بشرف في زمن عز فيه الشرف صحيح دي الكلمة اللي كان دايما رئيس بيقولها في وصف السياسة الخارجية المصرية والحقيقة ده مش غريب على الدبلوماسية المصرية الدبلوماسية المصرية ديبلوماسية يعني ضاربة في الجزور والجزور التاريخ ودائما الجميع يشيد فأنه مصر تستطيع أن تصنع المستحيل في بناء شراكات مع كل الأطراف مصر بتحافظ على علاقاتها شرفا وغربا بشكل متوازن لا يستطيع أن يفعله أحد وكل ده أساسه هو المصلحة الوغنية المصرية والبحث عن عدالة غائبة في المجتمع الدولي فدائما مصر بتتحدث بلسان الناصح وبلسان الرشيد وباللسان الساعي لتحقيق العدالة الغائبة في المجتمع الدولي يشهد الزواجية في المعايير شديدة في تطبيق الكثير من المبادئ والكثير من الأمور ومنها ملف حقوق الإنسان